السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طعب جميع المتابعين الكرام لكل يوم من التحق بنا مؤخرا متابعين الكرام معلومات جديدة عن عملية التبندير التي كانت بدأت صباح اليوم الأنباء الآن تتحدث عن تدمير خمس شاحنات خمس شاحنات دخلت للمنطقة العازلة تبندرت وعدد كبير جدا من الهالكين في السابق متابعين الكرام قلنا قد تحدثنا عن فرضية أن تكون هذه شاحنة فقرورية كرغورية ودخلت إلى المنطقة العازلة تعاملنا معها كما نتعامل مع أي شخص أي مخلوق يدخل للمنطقة العازلة لكن حينما نتحدث الآن وإن صحتت الفرضية خمس شاحنات في المنطقة العازلة فنحن أمام محاولة عدائية كان يتم التحضير لها ضد المملكة المغربية هذه الشاحنات إما كانت تنقل أسلحة إما كانت تنقل أنظمة تسليحية إما كانت تنقل شيئا ما يهدد أمن والاستقرار المملكة المغربية وبالتالي طائرات المسيارة المغربية كما أعطيت لها الأوامر من صاحب جلال الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم في الاتصال مع جوتيريس في 13 نوفمبر 2020 أي تهديد إذا رأينا أي تهديد شرق الجدار سوف نتعامل معه بما يلزم خمس شاحنات هذه مسألة تهديد أعلم الله هذه الشاحنات شنو كانوا هذين المعلومات تقول أيضا متابعين الكلام على أن العصافير المسييرة على أن الطائرات المسييرة المغربية منعت منعت المرتزقة من الوصول لهذه الشاحنات كما قلت لكم في الفيديو السابق المتابعين الكرام المغرب لا يقصف عبتا ولا يقصف بشكل عشفوعي المغرب حينما يضرب يضرب و يجعله تمامك يراقب يضرب و يجعله حتى يوصل إلا المنورس إلا البيعت للأمم المتحدة المنورس لأن المنورس يجعلون أن تلك العربات أو تلك الآليات خرقت المنطقة العازلة وبالتالي اللوم هنا يتلقى على الآليات يتلقى على هذين الذين يدخلون المنطقة العازلة يتجاوزون الحدود لا يتلقى على المغرب وهنا المغرب يتعامل بدكاء راوخ كنت بندير كان هناك قواعد يتعامل بهم المنورس فقط من لها الحق الوصول لمكان القصف لكي يرى كيف كما حدث في المرة الماضية راكم شفتوا التقرير التقرير المنورس شاحناتين تحملان الترقيم الجزائري دخلت المنطقة العازلة وبالتالي الفقرقير لا يستطيع يدده واله والنظام الفقروري لا يستطيع يدده واله الأمم المتحدة صرفقاته بالتقرير وهذا الذي يقع الآن إذن إن كانت المعلومات فعلا أن تتحدث عن خمس شاحنات فنحن المتابعين الكرام كنا أمام محاولة خطيرة عدائية من طرف المرتزقة أو من طرف النظام الفقروري الكارغولي أن تحدث في المنطقة العزيرة ولكن قوات المصلحة الملكية دائما بالمرصاد أبطال القوات المصلحة الملكية دائما بالمرصاد خصوصا المتابعين الكرام قبل يومين قبل يومين خرج ابن بطوش ويهدد بتصعيد الأمور بتصعيد ما سماها بين قوصين بالكفاح المسلح والخوى الخاوي والخزع بعض الاسم نحن نعلم أن هذا الخطاب موجه للمحتجزين والموجه للمستحمرين لكن في نفس الوقت قوات المصلحة الملكية على استعداد إذا نرى أي شيء يتحرك في المنطقة العزلة المصار يكون من دير الهلاك ولا شيء آخر مسألة واضحة ولغم كل شيء متابعين الكرام ما زال نستطيع المعلومات المؤكدة ونعرف ونقع بالضبط والتفاصيل ومع الوقت مع قادم الساعات وقادم الأيام ستتضح الأمور متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة